قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء روه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح هذا أيضا الذي ورد في هذا الحديث حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه فيه أنه يشرع للمسلم كل صباح ومساء أن يقرأ المعوذات الثلاث معوذات الثلاث سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس هذه الثلاث يقال لها المعوذات ويقال لها المعوذات تغليبا لأن الذي فيه تعوذ من هذه السور الثلاثة الفلق والناس لكن يقال لها المعوذات تغليبا فيسرع للمسلم أن يأتي بهذه المعوذات الثلاث في الصباح ثلاث مرات وفي المساء ثلاث مرات قال رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد أي إلى تمامها والمعوذتين أي قل أعوذ برب الفلق إلى تمامها قل أعوذ برب الناس إلى تمامها حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات يعني يقولها في الصباح ثلاث مرات ويقولها في المساء ثلاث مرات وكلنا نعلم أن هذه الصور الثلاث يشرع أن يقولها المسلم متى؟ دبر كل صلاة دبر كل صلاة هذه الثلاثة التي في الصباح والثلاثة التي في المساء زائدة على ذلك زائدة على ذلك فيأتي بأذكار الصباح كماهي ثم إذا بدأ بأذكار المساء يأتي بهذه الصور الثلاث يأتي بهذه الصور الثلاث وهكذا أيضا في المساء هكذا أيضا في المساء فالأثر المترتب على المواببة على هذه الصور الثلاث ثلاثاً في المساء وثلاثاً في الصباح قال تكفيك من كل شيء تكفيك من كل شيء هذا مثل ما جاء في قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة قال كفتاه يعني تكفي من كل شيء هذا معنى كفتاه تكفي من كل شيء وماذا يدخل تحت قوله تكفي من كل شيء هذا عموم يدخل في بالك كل ما يخطر ببالك وما لا يخطر ببالك تكفى ما أهمك مما ذهنك متخوف منه أو مشغول أو تخشى أن يقع أو غير ذلك من المخاوف التي تخطر ببالك وأيضاً تكفى مما لا يخطر ببالك كما يفيده هذا العموم في قوله تكفى من كل شيء تكفى من كل شيء لهذا من المهم جداً أن يواضب المسلم على هذه السورة الثلاث ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء تكفي من منحزم أن توفى من منحزم اتباه من الوقت تكفي من المساء تكفي من جدًا وصلت ببالك لتكفي من مخزم انتعجم على المدنة